كيف حالكم أصدقائكم تابعي قناة استثمر عقلك؟ هل الذهب حاليا قادر على اختراق القمة للأسبوع القادم؟ شو المناطق إلي لازم تتعامل مع الأسبوع القادم كل هذا رح نحكي عليه بالفيديو إذا أول مرة بتشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يوصلك كالجديد بفضل من الله قناة استثمر عقلك فوريكس هاي هي النتائج صفقاتنا لهذا الأسبوع داو جونز نفط نازداك ذهب كان عنا إجمالي عدد النقاط 5860 نقطة ربح بفضل من الله إذا التزمت أنت بمناطق الدخول والتزمت بالستو بلوز في عنا الصفقات بتخسر بالتأكيد لكن التعويض بيكون سريع إذا التزمت بالدخول والستو بلوز الحمد لله أنت بحقق معنا 5860 نقطة ألف مبروك للأشخاص يلي منضمنين معنا على القناة الخاصة حتى على القناة العامة مشارك بعض الصفقات المجانية إذا حابب أنت تنضم معنا بشكل مجاني تماما لمجموعة التوصيات تقدر تعمل حساب عن طريق رابط إحالتنا منصة إكسنس يلي رح تشوفه بالوصف أول ما تفتح وتسجل تحط إنشاء حساب رمز الشريك رح تحطه عبدو عبدو أحرف صغيرة بدون أي فواصل وهيك أنت مجرد ما توصق حسابك تعمل إداعة رح تنضمعنا بشكل مجاني تماما إذا حابب تنقل وكالتك عندك حساب أنت قديم منصة إكسنس وحابب تنقل الوكالة طريقة نقل الوكالة موجودة على قناة التليجرام ضمن الرسائل المثبتة خلينا ننتقل للتفاصيل الدهب شو المتوقع بالنسبة للدهب طبعا الأسبوع الماضي حكينا بداية الأسبوع عن هالنموذج اللي عبتشكل على الدهب قيعان أعلى من قيعان وأيضا قمم أقل من قمم منتظرين الكسر وهي كانت أولى علامات السلبية على الدهب النقطة اللي حددناها اللي لازم تراقبها تنتد مناطق 615 إلى مناطق 2604 خلينا ناخد لقطة من الفيديو هذا هو الفيديو وهي العلامة اللي حددت لك منطقة 623 مبرجة حينك تراقبها عليك انتظار مناطق 605 وبالحمد لله كانت مناطق 605 ارتدينا مننا أول مرة وارتدينا مننا تاني مرة أثناء الخبر شو المتوقع بالنسبة للدهب شفنا آخر يوم صعود الصعود يلي كان بالدهب هذا بسبب مؤشر أسعار المنتجين يلي كان يوم الجمعة مساء يوم الجمعة البي بي آي ظهر أقل من المتوقع وهذا دل على انخفاض التضخم الأسبوع القادم عندنا أسبوع حافل بالأخبار لعند يوم الخميس تبدو الأوضاع هادئة ما في عنا أخبار قوية لكن يوم الخميس عندنا القرار الفائدة بأوروبا منتوقع تخفيض الفائدة 25 نقطة أساس من أمريكا عندنا مبيعات التجزئ الشهري ومتوقع بعض الارتفاع الآن كيف رح نتعامل مع الدهب عند الافتتاح ويوم غد يفضل يوم غد عند افتتاح السوق الأمريكا حتى توضح الرؤية أكتر لكن عندنا مناطق مهمة أولا خلينا ناخد نظرة على الإطار الزمن الأسبوعي إطار الزمن الأسبوعي أقفال الأسبوع كان جيد تركنا ديل من الأسفل وممكن نعتمد عليه بفتح صفقات شراء لكن هل من الأفضل فتح صفقات شراء حالية من المناطق الحالية أو انتظار يفضل انتظار مناطق دعم الأشخاص اللي عندهم تمركوزات من الأفضل البقاء بتمركوزاتهم حتى تظهر إشارات سلبية والأشخاص اللي ما عندهم تمركوزات من الأفضل انتظار إحدى المناطق اللي رح نسكره أولا عندنا مناطق لـ 2647 نقطة مهمة جدا راقب ردة الفعل عندها انحدث تفاعل وانحدث ارتداد منه انحدث سبات شمعة ساعة تركتنا الدنب أسفل هاي المنطقة ممكن ندخل صفقة صعود من هاي المنطقة غير هيك المنطقة التانية اللي ممكن نعتمد عليها صعود 2632 إذا أظهر دهب ضعف أسفل مناطق الـ 2632 هون لازم نحزر للأسبوع القادم ما أظهرنا ضعف أسفل هاي المنطقة أهدافي بالدهب 2668-2685 2685 هي راح تكون نقطة الحسم على الفريم اليومي إغلاق أعلاها على الفريم اليومي هو مهم جدا لاستكمال الصعود 2702-2710 أما في حال شفنا الرفض شفنا ديل أعلاها وما شفنا أخفال يومي أعلاها للأسف ممكن يكون انتهى الصعود وممكن ندخل بموجة تصحيحية إذن يلي بدي تحذر منه أنه إن صار تصحيح لهالمناطق ممكن ندخل صفقة صعود طبعا ستو بلوز لا يتجاوز لـ 50 إلى 60 نقطة حسب حسابك باستهداف مناطق الـ 2668 طالما ما أظهرنا الضعف أهم شيء أسفل مناطق الـ 2632 أولى مناطق الدخول نشفنا تماسك ونشفنا ارتدال في هالمنطقة أو ممكن نشوف ارتدال وتماسك من مناطق الـ 2632 والسيناريو الثاني السيناريو البديل إنه نشوف مع الافتتاح نشوف تماسك في هالمنطقة هاي بعد زيارة مناطق الـ 2668 وفي الغالب في عند احتمال كبير من مناطق الـ 2668 نشوف التصحيح ونشوف التصحيح ممكن لمناطق الـ 52 وممكن لمناطق الـ 47 وهون راح نقيم الوضع أكتر إذن هاي الخطة القادمة مناطق الـ 2685 انتبه تفتح صفقة شراء أو صفقة بيع إلا لحتى تشوف رد فعل سلبي من هالمنطقة هاي والستوبلوز راح يكون مدروس جدا منطقة الحسم هي منطقة الـ 2685 منطقة الحسم على فريم اليوم على فريم الساعة 2668 و 2646 أقفال الأسبوعي الأسبوع الماضي كان إيجابي إذن نتوقع البحث عن فرص شراء هو الخيار الأفضل حاليا بيظل أيضا توترات في الشرق الأوسط الـ DXY أصدقاء بعد كسر هذا الترند أنا تحولت للإيجابية بالـ DXY من هاي المنطقة اختراق منطقة بيع أيضا عن اختراق للترند الهابط إذن الـ DXY من مناطق الـ 102 أظهر إيجابيته ووصلنا إلى مناطق عرض أسبوعية لازم نراقبها من مناطق تبدأ من مناطق الـ 103.20 إلى الـ 103.60 هاي المنطقة إن شفنا رد فعل سلبي منه ممكن نبدأ DCA ممكن نبدأ على الخفيف بيبدأ ببيع الـ DXY والبدأ بشراء اليورو إذن هاي المنطقة لازم نراقب ردة الفعل منه وأيضا إما تم نقدر لحنا ندخل شراء على الـ DXY في حال شفنا هبوط تصحيحي إلى مناطق الـ 101.80 هاي أقرب مناطق شراء الـ DXY 101.80 إلى مناطق الـ 101.30 هاي منطقة الشراء بالـ DXY انهبط إلى السعر رح يعيد اختبار الترند المكسور وأيضا رح يعيد اختبار منطقة طلب مهمة إذن الـ DXY حاليا الأسبوع القادم ممكن ندخل بيع على الخفيف في هالمنطق هاي والـ Stone Lose أعلى مناطق الـ 103.60 إقفال سعر عليها وممكن انهبط لمناطق الـ 101.80 إلى مناطق الـ 101.30 ممكن ندخل صفقات شراء هيك وصل لنهاية الفيديو أتمنى أن أعجابكم إلى لقاء فيديو جديد إن شاء الله موسيقى